موسيقى مشاهدينا بدي حييكن مع الحل عنا عبر الام تي في مع نهاية هالأسبوع يلي طبعا كان معظمه فرصة رسمية احتفال بأعياد ولكن كمان كان في غصة عند البعض ولكن الحياة بدأ تستمر بالبداية دايما مع المعلومة موسيقى بمعلومتنا لليوم مدرية العامة لقوى الامن الداخلية شعبة العلاقات العامة أصدرت بلاغ بتقول بنظم النادي اللبناني للسيارات والسيحة رلي جزين الثامن السبت والأحد 98 حزيران بمدينة جزين بيتألف من عشر مراحل خاصة للسرعة على الشكل التالي المرحلة الأولى الاستعرادية جزين داخل البلدة تقفل هالطريق نهار السبت من الساعة ثلاثة بعد الظهر للساعة ستة ونص ثم يدخل المتصابقون للموقف المغلق الساعة ستة وعشرة بس حتى الناس تعرف وتركز شوي حتى ما تقول يعني ما عرفنا بالنسبة للمراحل الخاصة التانية والخمسة والتانية بقسطة كفر فلوس تنطلق هالمرحلة من بقسطة صعودة باتجاه كرخة وصورة إلى كفر فلوس وبيتم منع مرور الآليات على هالطريق نهار الأحد نهار هذا الأحد اعتبارا من الساعة ستة ونص حتى الساعة تسعة ومن الساعة عشرة وأربعة دقايق لغاية الساعة تناش وأربعة وثلاثين دقيقة ومن الساعة تلتعاش ثمانة وثلاثين لغاية الساعة أربعة وثمانة دقايق من تاريخ ذاته يعني نهار الأحد المرحل مرحل خاصة الثالثة والسادسة والتاسعة على طريق بصري كباب كسين تنطلق هالمرحلة من بصري صعودة نحو تعيد الحرف نزولا باتجاه الميدان ثم جل ناشي بنواتي وصورة بكسين وبيتم منع مرور الآليات على هالطريق نهار الأحد تسعة الشهر اعتبارا من الساعة سبعة حتى الساعة تسعة وواحدة وثلاثين دقيقة ومن الساعة عشر وخمسة وثلاثين دقيقة لغاية الساعة تلتعاش وخمس دقايق ومن الساعة تنتين وتسعة دقايق لغاية الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة من التاريخ نفسه لهو نهار الأحد المرحل الخاصة يعني الرابعة السابعة والعاشرة هي رح تكون بحيداب الطين المكنونية بيرتي أيتولي وبتنطلق هالمرحلة من بيرتي السعودة نحو ريمات صيدون ووصول لأيتولي طريق حيطورة وبتم منع مرور الآليات على هالطريق نهار الأحد كمان اعتبارا من الساعة سبعة وتسعة واربعين دقيقة صباحا حتى الساعة 10 و 19 دقيقة ومن الساعة 11 و 23 دقيقة لغاية الساعة 51 دقيقة ومن الساعة 23 و 57 دقيقة للساعة 5 و 27 دقيقة من نهار الأحد إذن تسعة حزيران كما سيقام مركز لتجمع ومنطقة خدمة بساحة جزين اعتبارا من الساعة 5 من يوم السبت تمانح حزيران لغاية الساعة 7 مساء ومن يوم الأحد تسعة طبعا ما بارف لأي ساعة بس كمان الأحد على المواطنين يلي طبعا رح يكونوا بالمنطقة أخذ العلم والتقايد بهالإرشادات لرجال قوى الأمن الداقلي توجهتهم وفيه أشارات كمانة لوجستية وتوجهية موضوعة بالمكان حفاظا على سلامتهم وسلامة المتسابقين وتسهيلا لحركة المرور يعني اللي بدي يطلع على جزين سبتوا أحد بدي يخذ بعيد الاعتبار هالتواريخ هاي دي حتى ما يكون مساكر الطريق وما يقدر يتنقل اتصالاتكن على السفر أربعة 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 وبيخذ أول اتصال لليوم ألو ألو أهلا مرحبا مرحبا مدام ربكة أنا اتصلت فيك قبل هلأ مش هنقصة الشكوى اللي باكتابيني فيها أنه واحد شارك فطح بناية ثلاثة طوابق بعمر ستة طوابق يعني أول الشي هذا خطر على البناية بناية عملا وصلولي الصور كنت حضرتك حكيتني من يومين ما هيك أنا عم حكيتك من يومين وبعدتلك الصور وصلولي راح نحطن ورح نتبعها أكيد بس أنا كمان طلبت الصور تلوحد كمان يشوف كيف 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 صير الواقع يعني على الأرض عرفت؟ أنه بناية ثلاثة طوابق أمرها خمسين سنة بعمر فوق ستة طوابق أيوة يعني شي ما نو طبيعي وهذا أول شي خطر على البناية على السكان اللي بالطوابق الثلاثة وتاني شي يعني تكتر الفيو علينا نحنا لا عادينا نشوف شي ولا إنه واحد أنا شاري بات إنه على أساسي إدامي بيو بيستيد إدامي كل يتوبطون هيدا هوي مشي ما من العقل هكي حتى بالبناء دايما الجديد بنقال إنه لازم ينترك فصحة لشجرة شجرتين أو شي يعني مثل ما شفت بالصور ما فيه واحد يتنفس اللي هوي حتى الحياة لزقوا عحاة البنية اللي حدوا ملزق يعني سكر على كل شي في بنايات هايدي بالمينة ما هيك بالمينة ترابلوس لا هايدي بمنطقة الزهرية آه الزهرية ترابلوس أيها نعم ليك هلأ طلعي البناء طي يجوا يهدوا ما رح يهدوا تكون صريحة معك بس هلأ داي فيه سلامة بناء دايما فيه سلامة هايدي أكيد بترجع للمهندسين عرفت أنا علي أن أسأل النقابة أسأل المعنيين هونيك إنه هل يؤقل تنعطي رخصة بهالطريقة هايدي كمان يعني إذا كان فيه رخص طي يعملوا بعدين تسويات وهيك يعني إحنا عم نخرب الدني كلها ما بعرف كيف يعني حتى الناس اللي بتشتري وتقعد بتقع بمشاكل بعدين ياريت كل واحد بيعمل ضمن القانون وبلا ما يفكر بتسوية وأنه بالمصاري منحل المشاكل لا مرات مش بالمصاري فينا نحل فيه سلامة الناس أكتر يعني معك حق خليني يشوف شو بيجاوبوني وأكيد جماعة الجيب ويكون يعني معتي الجواب يلي بيعطونا أيه كمان اتصال لأنه مرات فيه ميليكين بيحبوا يتزاكوا على القانون ونحنا عنا وسطة ونحنا بنقدر ومنعمل تسيوم ندفع إرشان هاي دي على الطريقة اللبنانية بس لما بنجي على الواقع المظبوط في كتير مشاكل عم بتصير ألو ألو أهلا بونجور ستنا بونجور بحياتك أنا حكايتك من ثلاثة شهر حكايتك من ثلاثة شهر أن البنائي بالمنطورية بالمالجة مش مورة وبعدتلك على الوثاب بعدت بس ما حدا جوابني عنا فتكرت حدا راح فتكرت أنه حدر فتكرت حدا راح كشف أو شي ما عرفت أنه ما صار شي عرفت عارفت بي وستة وثمانين على طريق عشرين ستة ستة عشر الله يرضو عليكي ما نجبره يعني شي شي بحد رجعتيني رقم العقار ألفو عقار تسعمية وتسعة وثلاثين ألفو تسعمية وتسعة وثلاثين لا تسعمية وتسعة وثلاثين رقم الطلب اللي قدمته على البلدين اي هو عرفو ستة وثمانين آه أوكي راح ارجع تابعة الله يرضو عليك صروا تلاتة سنين تاريخ اليوم لتلاتة سنين طلب من يمين حسب أموكي من عشرين ستة علفين وستة عشر بحيات عمرك 1686 رقم الطلب أوكي ورقم اللي أخرى تسعمية وتسعة وثلاثين أوكي أخذته تكرم عينك كمان يعني يعني ما بعرف قداش فيه من المشاكل من هالنوع هيدا وينما كان هالهو حق على الناس هالهو لما بيشتروا ما بينتبهوا ما فيه رقابة قبل ما يسلموا البناء والبناء عم بيصير فيه كتير أمور ومش مستحبة إطلاقا ولكن عم بيكونوا ضحية دايما الناس السكان ما بعرف لها الاستلشائع بالبناء مع العلم أنه صار عندنا كتير من النماذج السكان يعني مرات بيصير تفسيخ ببناية والعالم خايفي صراحة بس وين بتترك ما فيه كمان تترك بيت تترك طابق تترك شقة وين بقى شقة وين بدا تروح يعني لو كل إنسان بلتزم بالقانون بيكون كتير منيح وبيكون فيه رقابة مشددة لأنه هاي دي ضرورة كمان بيكون أحسن وأحسن بس للأسف بهالبلد كل مالنا عم نتراخى في كتير تراخي بتطبيق الأوانين وأنظمة البناء وغيره بس عم ننسى دايما أنه فيه سلامة فيه سلامة ناس ما بنعرف على مين بتقع فاصل ومنتابع من تابع الحلالنا عبر الام تيفي وبيخد اتصال ألو مرحبا مرحبا معك دكتور عسنو من الجامعة الأمريكية أهلا دكتور أنا بدي أسألك من دي سبي عنا بالبنية في شركة الكهرباء مدين كابل كبير وهالكابل نازل من البوست للشوارع التحتينية بالانصايت بي بس معلقينه شركة الكهرباء بشجرة عنا بقلب العقار شجرة؟ فصدقيني بقى طلبنا قدمنا والشتة يعني مش خمسة شهر كانت عم تلمع وتشتتني فتولع الشجرة والشجرة موجودة فوق مطر الكهرباء يعني عنا مزود تحتها رحنا قدمنا قدمت شكوى قدمنا لشركة الكهرباء اعتراض نعم وإيش وكشفوا هالضروري هيدا ينحط تحت الأرض ويمتد تحت الأرض هيدا كتير خطر على السكان اوكي وهيدا يعني ضد القانون لأنه موجودة على القانون بس ما بده يحطه تحت الأرض يعني مش هني هني شركة الكهرباء مستجوا ينزلوا تحت وبعضهم اللي هلا الله وصل لك ما في شي دكتور دكتور بتقدر تبعطيلي صورة عنه؟ أكيد بصور لك يا عقية رقم هنها ببعط لك حتى الحريقة عندي 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 مصورة الحريق لما صار اوكي تولعت الشجرة نحن ترك رقمك هلا دوريس عنده رقمك هلا بتحكيه نحكيك بس نخلص انتا نشوف النسق سواء لأعرف كمانه وين مظبوط ونحكي الكهرباء أهلا فيك دكتور ميرسي انه من خمسة شهر ولعت وشجرة انه هليعقل يعني كاب الكهرباء بيوزع كهرباء بينحط على شجرة يعني هيدا الشي لا يُعقل كمان اتصال هالو 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 بونجور بونجور معي كلي عبدو من الباع قدر رحلة اهلا فيك استاذ ايدي تفضل اوكي انا عندي شغلي صغيري بس انا مجنس كندي من ابتر من 27 سنة نعم وعندي شغلي لان كان صلي نعم بسمعك ايه لانه كان صلي سنة موقوف بحبس روم نعم اه في يعني قصة مخدرات ومخدرات نعم وعلى اني اطلعت باخلات نعم اطلعت باخلات سبيل عزيم بس اه احب بحكي عن هالوضع اللي نحنا كنا عمور فيه لانه انا بعتبر حالي بعض نساجين مع اخوتي اللي هني مسجونين جوه لانه مش منش يمنى انه ناكل خبز وملح مع الناس طبعا وننساهم لانه بصراحة في ناس جوه بالسجن صاروا اديسين اتعدسوا على هالدي اللي هني فيه اول شغلي حبيب احكيها بالدول المحترمي حالة ما عليشي خليها نحكي منطق ربنا اول ما خلق ادم بيقول ليس حسن ان يبقى ادم وحده فالمخلق لقوا معين النظيرة واللي هي حواء فاني بيعملوا انه يفضوا ادم عن حواء وما يخلوا يشوفوا بعض الرجل المتزوج هيدا ظلم يعني مثلا خدي السورية اللي هي اقرب بقلنا اللي نحنا منفتكر انه عنده حكم ديكتاتوري له حق الرجال ومنشوف امرأته ولو ليبضع ساعات بالجمعة اوكي هاي شغلي ونحنا نتمنى انه يفوتوا لجوه بس يقولوا مثلا عمبنى الاحداث نحنا مثلا كنا عمبنى الاحداث اوكي بس يقولوا يجوا النواب ويجوا الصفر اوهاك ويوقفوا عند الاحداث الولاد الصغيرة لا يفوتوا يشوفوا المشاكل جوه الماء اللي ما بتنشارها الحساسية اللي عم تطلعوا لنا كانت جوه هلق بعد فتنة جوه طلعنا مرضة بس يعملوا تشيك اب على الماء وعلى الحكمة وعلى الطم ما كانوا عم يخدونا على المستشفى لنفحص حالنا قداش يعني في ناس تستعصي تدرب حالة سكاكين بس لحتى يخدوهم على المستشفى اه ولحتى يعالجوه اوكي انا كانت تجي السفارة كل 3 شهر تطمن عن حالتي وعن الوضع هيدا لحتى انه بالاخر كان مرة بديروه على المستشفى قبل ما اطلع من السجن ما كانوا يخدوني على المستشفى قال للرايد انا معك اتصل بالسفارة لانه انا عندي مشكلة مع المستوصل الصح اللي هو موجود ها فلذلك في امور كتير هاي بينحكي عنها لا انا بالعكس انا بشكر انه انت عم بتشركنا شوي بي انه الواحد انا صحيح سجن بس كمان حقوق الانسان ولبنان موقع على اتفاقيات لا احترام السجين وحقوق الانسان وحقوق السجين يعني ان شاء الله بحلقات تانية منقدر ندوك عليها اكتر اهلا وسهلا فيك بدي انتقل الى رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاء برهيم ترشيشي يعطيك العافي يعطيك ألف عافي سترة بكة انت المناضلة الاولى معانا اهلا فيك صار شي هلا بموضوع العراقيل على معبر جابر يعني نصيب هونيكة لانه احنا كنا طرحنا الموضوع من يومين وعا اساس انه فيه لجنة هي رح تجتمع مع الاردنيين لجنة وزارية بين لبنان والاردن بعد الاعياد هل بعض الشاحنات متوقفة بعض فيه صعوبة ولا مش العال لغاية اليوم نقول بعد الموضوع هو ذاته بعض الصعوبات موجودة واخواتنا الاردنية بعضنا عم يتصرفوا معانا كأنه نحنا اعداء لقالهم معما انه الحقيقة هي والواقع بيقول انه نحنا وياهم المتضررين الاول بالنسبة للحرب والمشاكل اللي صارت بسوريا يعني هني بلد اتضرر من الحرب بسوريا ونحنا بلد اتضرر من الحرب اللي صارت بسوريا اه انا بدي اسف اقول انه لاي عم يعملون هالمعامل هذه المعلومات بتقول انه هو عم بيكون فيه بعتقد تشدد اكتر لانه عم بيكون في تهريب مش من لبنان مش من لبنان اكدولي انه مش لبنان ولكن عم بدون ياخدوا اجراءات لانه هيدا بلد بيحترم حال ما مفوت شو مكان نحنا مع انه يحترم حاله مع الاشراءات الامنية بس جربوا باول برات باول تاني بشيحني وبالتلت شيحني وبرابع شيحني وبعاشر شيحني لقوا انه الوراء مظبوطة واليود مظبوطة والبطاع اللي موجودة بالبرات هي ذاتها اللي موجودة بالمكتوب ولحديت هلأ ما انكمش ولا شي ممنوع بالبطاع الليبناني هذا العبول مش من لبنان لايها الاجراءات التعسفية لايها الاجراءات التعسفية بحق البطاع الليبناني عاك الحال ومش عم توقيت ولا بمحال بالاردن يعني ما عم تعملن ولا اي اعاقة امنية لقلن لبطاعا ما لا تنشي ترانزيت وفي قافل في دوريات قدامها ودوريات وراء عاك الحال بتصور استاذ ابراهيم بتصور انه متما فهمت من معالي وزير الزراعة اللبنانية انه من بعد رعا للاردن والتقى مع المسؤولين الاردنيين عرفت انه في لجنة تشكلت رح تجتمع بعد العيد يعني هلأ العيد الفطر خلص ورجعت الامور اليوم من الاشغالة وهيك نحنا هلأ نعم نترقب هاللجنة هاي وان بدأت تجتمع حتى توضع يعني اكيد حلول لكل هالامور يلي عم بتصادف الشاحنات وبالتالي كمان في شي تاني هو الرسوم كمان اعادة النظر فيها يعني كلنا امل وخير بهذا الموضوع انا بشكرك اتصال قالوا نقطع الخط يعني مرت بعتذر اذا بنطر الناس على التليفون على 04444444444 بكل الحالات بعرف انه كل هالاسبوع كانت عطلة رسمية في كتير امور صار في عليها تأخير ان كانت بالادارات العامة ولا غير بس بتصور انه كلها تؤخذ بعين الاعتبار لانه هايدي عطلة وما بتصور انه رح يدفع تمنع المواطن بتمنى لا اذا كان في من تأخير دفع ولا غيره لانه هايدي عطلة رسمية امتدت ثلاثة ايام اليوم كلنا بنعرف نهار جمعة ودوام نهار الجمعة بالادارات الرسمية ان شاء الله ما يكون في تأخير كتير على امور الناس ولكن هيدا هيدا الدوام يلي ارادته الدولة للأسف الشديد باخد اتصال الو تفضلي يعطيك العافية مدام اهلا كيف سحتيك مدام بدي اسألك سؤال مدام بدي اسألك سؤال مدام ايه شو هو تفضلي شو السؤال 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 حبيبتي ان مدام مدام اسمعيني عالتليفون يعني عم نرجع تسمعي صوتك رطول اسمعيني يعني حكيني عالتليفون عالأبارات انها المواطفين اللبنانية عم طلعون من الشغل نعم ايه عم اسمعيني عالتليفون حبيبتي ساماتك انا اوكي ايه حبيبتي بدي اسألك المواطفين اللبناني اللي عم بطلعوهن نعم من السليدار ومن هيدا عم بشغله الفلبيني والسلينانكيات ولبنانية عم بطلعوهن على البيوت طيب نحن نحن لبنانية ما بقى قلنا مكان بلبنان بس بدي اسألك هده السؤال لا لا وذات العمل وان طيب ليه عم بطلعوهن هالشباب يعني عنا شباب يعني نحن كمان مظلومين ان عم بطلعوا ما في محل عم بشغل لبناني ما في محل بقل بيروت قلنا ما تلاقي قلنا كلهم فلبيني والسلينانكيات والسولييات طيب وان احنا بدنا نوصل يا حبيب تقلبي بس سؤال انت سأليننا فيها السليدار اكتر من اربعين موظف طلعوا بالتقلتي هالشباب عم بحطوا فلبيني والسلينانكيات لحظة 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 ما عم بشغله اجانب بشركات الخلوي يعني انا ما عم بفهم اذا انت عم تحكي عن الاوجيرو ولا عم تحكي عن محلات السلولات الاول الخلوي انت عمين عم تحكي مثل السكرت اللي بكونوا على البنايات على الكاميرات على كذا عم يوقفوا عم بدقوا يعني عم بينطروا عم بجيبوا بدلهم سلينكيات في البنيات لكن عمل الاجانب لبنان العمال الاجنبية ان كانت عربية ولا اجنبية اسوية وغيرها محددة بالانون يعني فيه اشغال محددتهم يشتغلوها وفيه اشغال ممنوع واحد يشتغلها عرفته من هيك اي حدا انا عم ساعدك انا عم ساعدك اي حدا بيحز حال ومغبون بيقدر يتشكع وزارة العمل وخشوصا هلأ بهالفترة وزارة العمل كتير متشددة بتطبيق القانون المتعلق بالعمال الاجنبية اوكي وزارة العمل ومرضوا عليهم وزارة العمل خليك خليك اذا عندك رقم الشكوه اعطيني ايها انا بتبعلك ايها رقم الشكوه ما حافظة طيب حضريني ايها مادام خليك انا عم ساعدك اذا عندك شكوه اذا عندك رقم شكوه وتاريخه عملي معروف جا عاتيني ايها وانا بتواصل مع وزارة العمل بشوف لي ما جوابوك او شو للتأخير صورة اليوم اشوفها سوا وقت اللي بتريدين احنا كل يوم يعني من التنين للجمعة اهلا وسهلا فيك صورة اليوم اشوفها سوا الكرسي الوحيد يلي لم ولن يتجاجر عليها السياسيين بلبنان لانه صنع للدفاع عن الوطن وليس لسرقة الوطن يعني ليكو هالمواطني اللبناني ادي سار عم بفوت بي تفاصيل لانه مستق جدا من الواقع اللبناني يعني هايدي رسالة كتير قوية من المواطنين للناس المسؤولين بأتيكم موعد نهار التنين دايما عبر الام تيفي الحل عنا الى اللقاء اشتركوا في القناة